كأن أنا تعبت والله بالله كما غير شكل أنا؟ بكفيلة يعني من سنة ما قاعدتش قدامي راية على السساء ولا تمرمت ولا يعني ما دخلتش النادي أصلا حكاية مؤثر بطالها هو اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بسرطان اللي بدأ مشوار المرض الخبيث لما حسب إنه مش قادر يواظب على التمرين بشكل طبيعي واعتقد في البداية إنه مجرد شوية إجهاد بسبب المعشاط والتدريبات اليومية سعد كان بيستعد يطلع عمره وعمل كشف دمه قبل الصفر لكن الصدمة لما اكتشف إصابته بلوكيميا في الدم ورحلة أكتر من دكتور عشان يتأكد وكانت الحقيقة إنه مصاب بالمرض الخبيث سعد محمد من مواليد سنة 2000 ورغم إنه عمره 23 سنة لكنه مازال متأيد في فريق الناشئين في نادي الزمالك وملعبش كورة خالص من وقت اكتشاف إصابته بالسرطان سنة 2018 سعد بيدرس في كلية الأداء بقسم الترجمة بجامعة سهاج وبيلعف مركز جناح أيمن ومازال متأيد في النادي اتصاب بالسرطان سنة 2018 وقدر يتعافى منه في أغسطس 2022 لكن بعد كده وتحديدا في يوليو اللي فات اتشخصت إصابته بسرطان النخاع مرة تانية لعب الزمالك وجه رسالة مؤسرة في ظل معاناته مع المرض الخبيث كتب وصيته على حسابه بفيسبوك وقال وصيتي الأولى والأخيرة حين يتوفاني الله سامحوني واصطروا عيوبي وادعوا لي بالرحمة والمغفرة وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائما إن كنت يوما أخطأ فسامحوني وانسوا أخطائي واذكروا أجمل صفاتي وادعوا لي دائما أن يشفع الله لي في كل آية من آية القرآن وأسأل الله أن تكونوا شاهدين لي جميعا بالخير فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاة لا رقوع لها ولا سجود وبجنتك اللهم أدخلني وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الرحمين أنا تعبير أن أصنع بكابر قدام الناس إن أنا كويس بس والله العظيم تعبير دعوين اشتركوا في القناة